اكتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في ديسمبر المقبل تزداد التحذيرات الأممية والدولية من أن أي إخفاق في عقد تلك الانتخابات قد يجدد الانقسام والصراع ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد الدولة فرغم حالة التفاؤل التي سادت بين الجميع في ليبيا وخارجها عقب تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية وتراجع حدة العنف عقب الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اكتوبر الماضي إلا أن مشاهد عديدة في ليبيا برزت مؤخرا حرقت المخاوف والشكوك في عقد الانتخابات في موعدها فلغة التهديد باتت أداة لدى بعض القوى الفاعلة فرئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري خرج ليعلن رفض مجلسه قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب قبل أيام بل وذهب إلى التلويح بأن لديه خيارات أخرى للتعامل مع مجلس النواب رفض المشري لقانون الانتخابات الرئاسية الذي يرى كثيرون أنه ساهم في حل حالة معضلة كبيرة في ليبيا دفع المبعوث الأممي إلى ليبيان كوبيش إلى انتقاد حالة عدم اليقين الحالية في ليبيا مشيرا إلى أنها تنشئ أرضا خصبة للمفسدين والمتشككين للتلاعب بالوضع ضد الانتقال السياسي ما يغذي التوترات القائمة في العلاقات بين المؤسسات والسلطات الليبية المختلفة تحذيرات أخرى خرجت من داخل ليبيا من أن بعض الأطراف ما زلت أداة في يد بعض القوى الإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية تحركها وفقا لمصالحها وهو ما ينعكس بالسلب على جهود حل الأزمة التي تبقى رهنة لتعاون الجميع وإعلاء مصلحة الدولة على مصالحهم الضيقة اشتركوا في القناة